هو من الأحسن الخروف يتخشى يتخشى في الدواء كامل ولكن أنا غادي نوريكم عير طريقة باش كنداوي أنايا أنا هاددواء أخوتي كنعووم بيحتى الكلاب ديولي كل مرة في الصيف كنعووم بهاددواء كنعوومهم باش ميهزوش ليالقراد والبرغوت وكيدوزو الصيف كامل مقايا ما كتقيسهم حتى حاجة الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني وأخواتي متابعي قناة طربية الغنم في شمال إسباني أبو علي تحياتي للجميع حياكم الله إنما كنتم تمنى الله تكونوا بألف خير اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم إخواني إن شاء الله بحول الله قد نشرح لكم الدواء إن شاء الله لك تسولوني عليه ذيما على حسب الحبوب وعلى حسب الععب وعلى حسب القمل إن شاء الله وعلى حسب البرغوث وعلى حسب حتى ديك الحكة اللي كتكون في الغلم ضيضة ما كتبانش بعض المراض كتولي الغلم كتلوح الصوف ومني كنقلبوها كليلقوا في الجسم ديالها وحد الغبرة ضيضة بحل بحل الجير هاد الدواء هادا إخواني راه ما كيجي ما كيمشي مع هاد الأمراض كاملين لا القراد لا البرغوث لا هاداك الحبوب اللي عدنا إحنا في المغرب اللي مشوه الغلم بزاف لا هاداك هاد المرض اللي قتلكم هاداك اللي بحل الحكة كتولي الغلم كتلوح الصوف هاد الدواء هادا إيطرو كيستعمل معاه الإنسان ألف إيطرو إيطرو واحد تقدر تستعمل معاه ألف إيطرو ديال الماء وتعوم فيه الغلم داك شي اللي عندك بارك الله عليكم أخوتي تابعوا الفيديو باش تشوفوا طريقة الاستعمال إن شاء الله بحول الله والصمية دياله الأصلية هو هذا صرنا كوران هذا هو صمية دياله اللي كينا هنا في الاسبال كيليقن الماعز كيليقن الغلم كي يعومو به الحلوك يعومو به كنعوم به أنا الكلاب هناك كذلك بالنسبة لله كذلك القراد والبرغوت هنعوم به حتى الكلاب والغلم كذلك هو مثال ها انتم ما شوفوا هادا هو الدواء أنا غنوريكم طريقة استعمال كيفاش غادي نستعمل إن شاء الله وغادي نشد لكم واحد الخروف وغادي نعومو إن شاء الله باش شوفوا طريقة ديال العومان أنا عندي عرس طل غادي نخوي فيه خمسة مليمتر من هاد الغلاقة هادي غادي نخويها في سطرة وضيرين بها الخرفان نخوي فيها خمسة مليمتر وغادي نعوم لكم الخروف إن شاء الله وغادي نشوفوا طريقة ديال العوم راما تخافوا ما كيقتلهم موالوا ولكن الحشرات ما كيمشي ما كيجي معاهم وكذلك ومثال العر والقمال البرغوت كل شيء قال حيوانات اللي كتبان واللي ما كتبانش كيقتل هادا هادو هادا سبحان الله العظيم بارك الله عليكم اخواني نتمنى من الله تستافدوا من هاد الفيديو هادا إن شاء الله واللي قريب هنا ياه وبغايد ديه معان المغريب را عندي هادو هنا زيد را عندي هنا بزاف عندي هاد القرعة هادية بقى جديدة اول مرة غادي نحلها وعندي قرعة اخرى وعندي قرعة اخرى هادية كبيرة بقى اكتر من النص وهدي راها بقى جديدة هادية هادية كتشتريتة على ود الكلاب وعندي هادية اختها هادية 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 كنت ديها معايا في طنوبيل هادية تدير عرن قيطة فوق الجسم ديال الكلب صافي الله يجعل بارك انا غادي ندير من هادية الانبادية ان شاء الله الناس كيديروا معها الدول الحمر الدول الحمر كيتباع في فرماسيا اللي كيستعملوا الجرح العادي ديال الانسان كيديروا معها الدول الحمر كيخلطوا معها الدول الحمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف نقرب لكم إن شاء الله لكي تشوفوه كيف يولي الماء الماء يولي بيض بحل حليب يولي بيض بحل حليب هكا الناس يديروا مع الدوال الحمر أنا ما كنديف مع الدوال الحمر فعندكم تخليوا الخرفان يشربوه أو النعاج رايقتلهم إلا شربوه رايقتلهم ما خاصتمش يشربوه لأنها واحد المرة أنا كتداويت شي خرفان هنا ما يوداويت الكلاب وكان أبقى واحد الكوب وهنا أبقى واحد سطلب حال هذا وجاء الباطرون وعمر فيه الماء وإعطاه الواحد النعجة وشربات منه وماتت لأنها كيقتل كيقتل أخوتي منوع تخليهم يشربو منه تداويوهم صافيو اللي يشيط عليكم تخويو في الكوري تخويو في الجناب ديال الكوري باش لكي ينشي حشرات يقتلهم إن شاء الله من الأحسن الإنسان إلا عنده شي حفرة كبيرة يعمرها بالماء يدير فيها الماء بزاف مئة يترو تع الماء ولا مئتين ولا تلتمية يترو عفوا إن راه يترو يترو راه كيدر آلف يترو وراني غلط وفغيت نقول لكم آلف يترو قلت لكم مئة يترو يترو كيدر آلف يترو تخلط قدر تخلطه مع آلف يترو هو من الأحسن الخروف يتخشى في الدواء كامل ولكن أنا غادي نوريكم عرض طريقة باش كنداوي أناية وتحكم زيان تحكم زيان باش يحاول يدخل مع الجلد ديال 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 الخروف قال تحكوا البلايس كاملين الراس الودنين العنق تعوموه مزيان وإلا عندكم شي حفرة فين غطيح الغلم من الأحسن تعمروا الحفرة وطيحوا فيها الغلم تخلي وطيح تعوم فيها وتخرج راسها تعوموه كامل مزيان 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 هذه الطريقة كامل كامل وتحكوه كامل لأنك يعجبهم هم هادشي كذلك يكون الجسم ديالهم فيها ذوك الحاشرات ما كنشوفوه مش حناية تعوموهم زيان أنا را كنعوم به الكلاب كنعوم بها مغلام كل شي بارك الله عليكم أخوتي نتمنى من الله تكونوا استافدتم من هذا من هذا الفيديو هذا إن شاء الله أنا ما يدير ليهم والو ما تخليهم شعري وردوه صافوا وتلقوهم هذيك ساعة وما كي تنشون روسهم دب هادشي اللي بقى عندي أناي أنا نوريكم كي غادي ندير ليه أنا درت لكم عير الجذريبة درت لكم عير الجذريبة درت لكم عير الجذريبة لأن الحاشرات ديما يشدوا في الجناب ذي الكوري الحاشرات ديما يشدوا في الجناب ذي الكوري ما يكونوش لداخل في الكورية إنما لا يكونوا في الجناب ديما الإنسان يحاولي عقم الجناب ذيو الحياة بارك الله عليكم حياكم الله هنا ما كنتم إخواني سولتوني على هاد الدول ديال حاشارات حلم مرة ديال الحكا وديال العر وراء هذي الطريقة صحيحة إن شاء الله اسمية ديال الدولة هي هذي سارنا كوران كين هنا في اسبانيا رأى موجود ومشي غالي رخيص الله أعلم في المغربة شنو كيسميوه ولا في الدول العربية الأخرى أما نرى كين أول موجود عندي هنا يلي محتاجه زعمة وعنده رغلم في البلاد وقريب لي هنا يجي عندي نعطيها لا يوجد مشكلة عندي الدولة موجود هنا بارك الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته